امرأة كانت تعذب السجناء وتصنع من جلودهم مصابيح وكانت تصنع من جلود المساجين أغلفة لكتبها وصلت عندها الجنون لمرحلة عالية المستوى من هذه المرأة وكيف كانت تسوي من الأساس بنعرف كل التفاصيل في قصة اليوم سلام معكم عبود ماكسنج ومقطاع جديد خذ لك سناك ويشي تحب تشربها ويلا ها تبدأ القصة مع بنت اسمها إلسي كوخ خلينا نسميها إلسي في 22 سبتمبر من عام 1906 ولدت إلسي في مدينة دردسن الألمانية وكانت إلسي تتميز بهدوء وجمال غير طبيعي وفي سن 15 سنة التحقت بالمدرسة عشان تتعلم المحاسبة المالية والتحقت بعد ذلك بالعمل ككاتبة بيانات في الوقت اللي كانت تتعافى فيها ألمانيا من أزمتها المالية بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 1932 التحقت بالحزب النازي الألماني وبعد أربع سنوات تزوجت من كارل أوتو كوخ الذي كان يعمل كرئيس معسكر واعتقال في عام 1936 كانت تشتغل مع زوجها قرب مدينة برلين في المعسكر حيث كانت إذا ما كانت زوجها مشغول أو عندها أي شيء بعدها بعام انتقلت إلى معسكر بوخ نولاد وهو واحد من أشرس المعسكرات الموجودة في ألمانيا وكان هذا المعسكر بداية جنونها في هذه القصة لأن هذا المعسكر كان من أشد السجون تعذيبا في ألمانيا في وقتها وكانت كل فترة وفترة يزيد جنونها وتعطشها للتعذيب وقتل المساجين وكان من أحد أساليبها الفضيعة في التعذيب هو امتطاع حزانها وسط معسكر الاعتقال ووسط المساجين وتدخل تشوف أي مساجين عشوائي عشان تعذبها وتشبع رغبتها بالتعذيب كانت عندها عادة غريبة كانت تصنع مصابيح بواسطة جلود المساجين كانت كمان تزين غرفتها برؤوس البشرية في عام 1940 قامت بتشهيد صالة ألعاب داخلية كلفت 62500 دولار وهذا المبلغ عملاق جدا في وقتها وهذا الفلوس ما جابتها من أي مكان كانت تستولع على ممتلكات المساجين التي تقتلهم وفي عام 1943 ألقت الشرطة الألمانية القبض عليها وعلى زوجها بتهمة الثراء الغير مشروع يعني كيف من وين جاءت ثروتكم هذه بدون أي سبب فجأة من العدم حكمت عليهم المحكمة بعدام زوجها وأنه المفروض كانت تنعدم هي إلا أنها انعدم زوجها وهي انسجنت ظلت مسجونة لين عام 1944 يعني سنة واحدة بس أيش الظلم هذا تم إطلاق صراحة لعدم كفاية الأدلة وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ألقيت السلطات الأنوانية الغربية القبض عليها للمرة الثانية وتمت محاكمتها وإدانتها وحكمت أن أحكمها بسجنها مدى الحياة بس الصدمة في عام 1967 دخل أحد الحراس إلين زنزانتها وأول ما دخل الغرفة حصلها ميتة مشنوقة قتلت نفسها شنقا في السجن بعمر 60 سنة ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة واعتذر عن القطعة أشوفكم في المقطع الجاي لا تنسى تسوي لايك وتشترك ومع السلامة